هتخصي يعني هتنزلي من وزن جسمك على الميزان وده تقدري تعمليه بسهولة لو مشيتي على نظام غذائي مناسب لجسمك وهقولك ازاي تعملي النظام الغذائي المناسب لجسمك بسهولة بعد شوية بس لو اعتمدت على التغذية بس النتيجة مش هتكون مرضية ليك لانك هتلاقي جسمك خاص بنفس شكله يعني لو كنت بتعاني من تراكم دهون في منطقة معينة زي البطنة او الارداف مثلا هتلاقي جسمك بنفس الدهون دي في نفس المناطق مع اختلاف في صغر حجمها بس لو هدفك الفورمة والجسم المجدود وده اللي غالبا معظم البنات عايزيه وبيسعوا ليه يبقى انت كده لازم تعملي تنشيف لجسمك هتنشيف جسمك يعني تحرق الدهون الزايدة مع الحفاظ على الكتلة العضلية بتاعتك زي ما هي او هتزوديها شوي في التنشيف مش هتبصي قوي لوزنك او بينزل قد ايه لكن اللي هتركزي معاه قوي هو شكل جسمك قدام المراية ومأساتك بتقلة او لا في النهاية هي دايرة متكاملة هتعمليها لو عايزة توصلي للفورمة من غير ما تضيعي وقت في تجاره بفشلة جزء التمرين وجزء التغذية وجزء الراحة او الاستشفاء لازم تعرفي ان اي تمارين هتعمليها تحرق بيها الدهون ايا كانت نوع التمرين دي ايه سواء كان التمرين كارديو او تمارين مقاوم وعلشان تفرق بين الاتنين فتمارين الكارديو هي التمرين اللي بتشتغل على ضربات القلب وبالتالي بتخلي التنفس اقور وسحتك بتكون افضل يعني على سبيل المثال زي نط الحبل والجاري والمشي السريع او الرأس وطلوع السلم ونزول وغيرها من التمرين اللي بتعلي ضربات قلبك اما تمارين المقاومة دي تمارين بتشتغل على هدم الخلايا للعضلة المستهتفى بالتمريد وده هيحتاج لطاقة وبالتالي هيحرق من جسمك وكمان هيحتاج لطاقة فترة الاستشفاء للعضلة واللي بتكون اطول من الاستشفاء في تمارين الكارديو وعشان كده تمارين المقاومة مهمة جدا سواء كنتي هتخصي او هتتخني وانتي بتخصي لازم تعملي تمارين مقاومة لانها هي اللي هتعمل تأسيم الجسمك وهتعمله شيب كويس تمارين المقاومة ودي جاية من اسمها هي تمارين بتقاوم فيها العضلة المستهدفة الوزن سواء كان وزن الجسم او وزن خارجي زي ضمبل او بار او اجهزة الحديدة لفي الجن يبقى الخلاصة علشان توصلي الهدفك لازم تجمعي ما بين النوعين في التمرين وده اللي هيدي التأسيم والشيب لجسمك وهيخليك تعملي فورمة كويس افضل نظام تمرين تعملي وانتي مبتدئة هو نظام اللور بادي والأبر بادي في النظام ده هتقسمي جسمك لجزئين جزء علوي اسمه أبر بادي وجزء صفلي اسمه اللور بادي في النظام ده بتشتغلي على كذا عضلة في يوم واحد مش بتركزي على عضلة معينة في يوم وده مناسب للمبتدئين علشان تتجنب الشد العضلي والاصابات في البداية وكمان هيخليك تحب اللعبة بدل ما تتعبي جسمك في البداية وتكره اللعبة كلها لو هتتمرني 4 تيام يبقى هتخلي يومين للجزء العلوي للجسم ويومين للجزء الصفلي من الجسم ولو هتتمرني 3 تيام هتشوفي ايه الجزء اللي في جسمك ضعيف ومحتاج بناء أكتر وكمان محتاج تقوية وهتعملي للجزء ده يومين تمارين في الأسبوع أما الجزء الأقوى هتعمليه يوم واحد بس في الأسبوع يعني لو عندك الجزء الصفلي من جسمك ضعيف ومحتاج تقوية وتبني أكتر من الجزء العلوي يبقى تاخذ يوم جزء صفلي وبعدها يوم راحة وبعدها يوم جزء علوي وبعدها يوم راحة وبعدها يوم تاني جزء صفلي وبعدها يومين راحة وهكذا كل أسبوع قبل ما أقولك إيه هي التمارين اللي هتعمليها في كل يوم واشرح لك كل تمارينة بتعمليها لأي عضلة أكلمك على الجزء التاني من الدايرة وهو جزء التغذية السعرات الحرارية هي واحدة بنقيس بيها الطاقة والطاقة دي هي اللي الجسم هيحتاجها علشان يقوم بالوظائف العادية بتاعته زي التنفس والهضم والحركة وغيرها الطاقة دي الجسم هيجيبها منين؟ من الأكل اللي بنكل يعني الأكل اللي هنكله أيا كان نوعه والطريقة اللي أطبغ بيها هيتحول في الجسم الطاقة أو سعرات حرية عشان تعملي العجز في السعرات الحرية بتدخلي الجسمك أكلة أقل من اللي بيحتاجه في اليوم وبكده الجسم هياخد من الطاقة المغزونة في الجسم اللي في شكل دهون متراكمة في جسمك وببساطة خالص ادخلي على أول تعليق تحت الفيديو ده واحسبي سعراتك هتكتبي اسمك وسنك وطولك وتضغطي على احسب هيطلع لك رقم الرقم ده تقللي منه 500 لو عندك دهون كتير وحتطالك في أول تعليق أفضل النشويات وأفضل الدهون وأفضل بروتينات ادخلي عليها وشوفي الأكل اللي بتحبيه وكل منه ونوعي في وجباتك علشان ما تحسيش بحرمان وملل أكلك مهم يكون من مصادر صحية وكمان يكون متكامل من كل العناصر الغذائية بروتين والكرب ودهون صحية وفيتامينات ومعادن هتغذي من 1.6 من 10 ل 2 جرام بروتين لكل كيلو من وزن جسمك وخذي دهون من مصادر صحية حوالي من 15 ل 30% من سعراتك الحرارية والباقي هيكونوا كرب من نشويات وما تنسيش الخضار والفكهة علشان المعادن والفيتامينات المهمة الجسم على فكرة الأكل الصحي مش معدلة ولو فكرتي هتلاقي معظم أكلتنا اللي بنعملها في البيت مع شوية تعديلات بسيطة هتكون صحية ابداي تمرينك الأول بالتسخين من 15 ل 10 دقايق كارديو زي إنك تنطي حبل أو تجري في المكان أو تمشي على المشاية أو حتى ترقصي في يوم الجزء الصفلي من الجسم اللي هو اللور بادي اعملي التمرين دي أول تمرين عندنا هو تمرين البريدج وده تمرين بيركز على عضلة المؤخرة وبيعمل عزل لها التمرين التاني معنا وده برضو بيركز على عضلة المؤخرة وهو تمرين الكيك باك وركزي على إنك ترفعي رجلك ببطء وتثبتي ثانية تعصري العضلة زي ما قلنا وبعدها هتنزلي ببطء نيجي للتمرين التالت معنا وده هتعمليه للأفخاد الأمامية والخلفية اسمه تمرين طعن أو لانجس وممكن في التمرين ده تبقي مسكة دمبل في إيدك علشان تزويلي شدة التمرين التمرين الرابع التمرين السكوات وده من أشهر التمرين اللي بنعملها لكل عضلات الجزء الصفلي من الجسم ولو مش بتعرفي تعمليه ابدأي الأول تدربي عليه وانتي بتعمليه على كرسي التمرين الخامس هيبقى للسمانة أو بطة لصاق هتقفي على أي حاجة بنص أدمك وتطلعي وتنزلي زي ما هو قدامك في الفيديو كل التمرين دي هتعمليها 3 مجموعات كل مجموعة هتعدي فيها من 10 إلى 15 تكرار على حسب تحملك بكده أكون خلصت شرح التمرين اللي هتعمليها في اليوم بتاع اللور بادي أو يوم الجزء الصفلي من الجسم هندخل بقى على تمرين يوم الأبر بادي ابدأي بالتسخين زي ما عملتي في يوم الجزء الصفلي بالظهر من 15 إلى 10 دقايق كارديو وبعدها تمرين المقاوم التمرين الأول هيكون أشهر تمرين الصدر واللي بيستهدف كل عضلات الصدر التمرين ده هو تمرين البوش أب أو الضغط في البداية اعملي التمرين ده وانتي سند على رجبتك زي ما قدامك في الفيديو التمرين الثاني اسمه بنش برس أو بيقولوا عليه الضغط المستوي وده هتعمليه بالبار أو لو ما عنديكيش بار يبقى بالضنبل أو حتى أزاستين مية تمليهم رم التمرين التاني معانا تجديف تمرين التجديف ده تمرين كويس جدا للظهر لأنه بيستهدف معظم عضلات الظهر اعملي التمرين 3 مجموعات وانتي موسع ايديك وتلات مجموعات على الوضع الدي وبكده هتشغلي معظم عضلات الظهر نيجي للتمرين التالت معانا التمرين ده مركز على عضلات الترايسيبس وبيشغل عضلة الصدر بشكل أساسي من نتيجه أنه بيشدلك الدراع كويس التمرين الرابع وده تمرين بيقوي عضلات الكتف والدرعين وهنعمله 30 ثانية التمرين الخامس التمرين هيشغل عضلات البطن العلوية والصفلية كده تكوني خلصتي تمرين المقاومة اليوم الجزء العلوي اعملي كل تمرينة 3 مجموعات كل مجموعة من 10 إلى 15 عدة على حسب قدرتك الستريتشات مهمة علشان تحميك من الشد العضلي بعد التمرين وبتسرع من الاستشفاء العضلي ومد التعب العضلات بعد التمرين كده خلصتي الجزء الأول والتاني من الدايرة اللي هتعملي بيها التنشيف هندخل على الجزء الثالث والخطوة الأخيرة من الدايرة وهي الراحة سواء الراحة ما بينما جميع التمرين واحنا بنعملها أو الراحة من بعنوة بنخلص التمرين لحد ما الجسم يعمل استشفاء عضلي أو ريكوفري الراحة دي مهمة جداً زي أهمية التغذية والتمرين وكتير من الناس بتهمل الخطوة دي راحتك هتبقى في النوم الجيد وإنك تسيبي وقت كافي للعضلة لحد ما يحصل لها استشفاء بشكل كامل يعني ماينفعش مرن العضلة كل يوم على الأقل بنسبها تعمل استشفاء مش أقل من 48 ساعة أو أكتر حسب شدة التمرين ما تنسيش بس تعملي لايك واتبعينا فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وتويتر وبوعدك إنك هتستفيدي بأي فيديو هننشره ومش هنضيع من وقتك شكرا شكرا